انابت صاحبة اسم الملكية لاميرا سبيكا بنت ابراهيم الخليفة قارينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة دكتورة الشيخة مريم بنت حسن الخليفة نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لحضور حفل فتاح ملتقى الصداقة الخليجية الثاني للمكفوفين تحت شعار ملتقان رمز محبة وإرادة الذي تنظمه جمعية الصداقة للمكفوفين خلال الفترة من الرابع والعشرين إلى الثامن والعشرين يناير بفندق أرجنسي هذا وقد عربت الشيخة مريم بنت حسن الخليفة عن صعدتها بتنظيم هذا الملتقى الخليجي الثاني للمكفوفين الذي يساهم في تنمية وتطوير برامج رعاية وتاهيل المكفوفين المتنوعة ورفع مستوى الأداء فيها ورسم التطلعات المعمولة بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة ونوهت بالدعم الذي توليه القيادة الرشيدة من خلال مراكز الرعاية المختلفة التي تقدم جميع أنواع الرعاية والاهتمام لحاجات هذه الفئة لضمان حقهم في الحياة الكريمة وجعلهم أفرادا مؤثرين متسلحين بالمهارات والمواهب ومفعمين بالإيمان والثقة بالنفس للمساهمة بإيجابية في تنمية المجتمع وخلال حفل الافتتاح ألقى رئيس جمعية الصداقة للمكفوفين ورئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى السيد حسن حيدر الحليبي كلمة ناشر فيها إلى أن المعاني الهادفة التي شملها شعار الملتقى الذي تم اعتماده منذ الأول من يناير 2014 نظرا يمثله لما يمثله من اعتزاز بما تحمله فئة المكفوفين من محبة وإرادة ويهدف الملتقى إلى تبادل الخبرات والتجارب عن قضايا الكفيف في الخليج العربي وإثراء المعلومات والمعارف لديه وذلك من خلال عدد من الفعاليات وأورش العمل التي تهدف إلى تقدير الذات والمساعدة على التغيير الإيجابي وكيفية اتخاذ القرارات وإدارة المشاريع لفئة المكفوفين إضافة لبرامجها مشتركة مع الجمعية البحرينية للعمل التطوعي